للأسف احنا بنيجي بالليل ممكن فرق دراجات الحرارة زي ما قلت لك انت لو شريك تبتعي نمشي بالتدريج كده خلينا نقول الناس الصبح ونحط معنا الأطفال عشان فيه امتحانات وفيه أطفال بتروح المدارس فنحط الأطفال والكبار كلنا يعني حنعمل ايه من بداية الصبح؟ الفطار نستعمل ايه؟ أول ما تصحى من النوم اشرب كبايتين مياه مش عايز منك أكتر من كده أول حاجة هتعملها أنا والأطفال كله اشرب كبايتين مياه ادي بس كده تنبيه للجهاز الهضمي انه هيبدأ اشتغل هنخش على الفطار سيادتك لو انت انا نتكلم على الكبار الأول لو سيادتك عندك نشاط حركي يعني انت شغلك فيه نشاطات خد عيش مساحة كبيرة يعني منتكلم مثلا في رغيف رغيف ونص بلدي مثلا ده راجل وست راجل وست لو انت بتعمل نشاط حركي حركي زي ايه؟ لا خلينا اقولهم بدقة حركي يعني مثلا خلينا اقولك ستة هتقولك مثلا انا هعمل شغل البيت ده حركي؟ لا ده مش حركي طيب انا هنزل بقى ستة هتروح تشتغل او هتنزل وطبيعة شغلها فيها نشاطات فيها حركة وتبزي المجهود مش عادة على المكتب بالزبط كده يعني مش بنكيرة يعني المهندسة اللي في الموقع دي اللي تاخد تاخد حقها في الاكل اللي يخدم النشاطات بتاعتها كذلك الراجل نفس الفكرة لو هو حد قاعد في بنكة او حد قاعد على مكتب كمية السعرات اللي هتتاخد من النشويات هتقل وبالتالي هيبقى 3-4 رغيف بلدي لو هنتكلم على المعيار هيبقى هو رغيف بلدي ولايش البلدي كده لطيس ايه بالزبط فده هيبقى كفاية ده اللي هيمد جسمك بحتياجه تمام خلصنا كده من النشويات تمام ناخد جزء خاص بالبروتين لو انا هقعد شغال لغاية الساعة 4-5 مثلا مش عارف ااخد تاني وجبة بالنسبالي بعد الساعة 9 الصبح هتبقى الساعة 4-5 فانا محتاج حاجة تستنى مدة طويلة طب ايه اكتر حاجة تستنى مدة طويلة الفول والبيض طب انا خلينا بقى لو هندخل الاطفال في النقطة دي عشان مهمة جدا طب الاول الفول ياخدوا فول قد ايه على قد 3-4 رغيف اه يعني طبق بالزبط الطبق اللي هيكفي 3-4 رغيف او هيكفي رغيف بالزبط كده بالزبط كده بالزبط كده بالزبط كده بالتين مسلوئين ما ينفعش تاخد لاني للأسف انت بتروح تشتري كمية اكل لو انت جعان مثلا مشتري كمية اكل وهنا بقى بتبدأ تخش مشكلة السنسوفولنس ان انت حاسس بامتلاء يبدأ يأكل هو شبع بس يفضل يخلص الاكل اللي غات لما يحز طيب واللي ما بيخرجوش من البيت فيه ظروف دلوقتي وفيه كورونا وفيه برد ونس ما بتخرجش اللي ما بيخرجش يقلل الكمية يقلل الكمية او يستبدل العيش البلدي بالتوست البني اللي موجود في السوبر ماركت ورخيص مش غالي ده هيبدأ يقلل لي كمية السعرات او كمية ياكل بقى خضروات خاصة وجرجير وحاجات كده لسه كنا هنخش على الجزء الثالث انت خلصنا كده النشويات والبروتين يجي بعد كده الخضروات اللي هي خاصة بالسلطة وممكن زي ما قلت لك انواع الجبن برضو من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تخش معايا طبقة العمال لانهم طبقة مهمة الحقيقة اللي بيشتغلوا اللي بينزل اللي بيروح اللي بيشيل اللي بيبني الست المعيلة الناس دي تاكل ايه عشان برضو صحتهم تبقى احسن ما يزيدوش ياكلوا نفس الحاجات نفس الحاجات بنفس التنظيم بنفس الترتيب ما يختلفش ما بين حد وضعوا الاجتماعي كبير او حد بقصد هم بيشتغلوا اكتر يعني عامل بيبني ده عايز يكون قويس لسه كنت هقولك دلوقتي ده مرتبط بتاني واجبة هتبقى امت لو هو الشخص اللي بيشتغل في عامل البناء تاني واجبة هتبقى بعيدة لأ حيتطلب انه يزود الكمية اللي تدي له الدافع والطاقة اللي يقدر يستحمل المدة الزمنية دي لكن لو هو عارف انه وقت الغدى بتاعه لان العمال برضو بيبهمه على فكرة من اكتر الناس المنظمين منظمين في المواعيد